قرير أوروبي للحقوق الأساسية العام 2024 بيرصد تزايد الفقر والتمييز في النمسا فضل نعم نعم يعني مع الأسف أستاذ ممدوح فعلا الوضع الأوروبي أكيد ليس بأحسن بأفضل حالاته بصراحة أكيد يعني ففعليا وده خبر من الوكالة الأوروبية الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية فرعا نعم فرعا تقرير السنوي العام 2024 قال إن الصورة مقلقة ازديادة للتهديدات تواجهة الحقوق الأساسية يعني موضوع الفقر موضوع الحقوق موضوع التعبير عن الرأي الوضع بأوروبا هاي الجنة كنا عم نحكي عليها أبلو شوي أوروبا لم تعد جنة أوروبا لم تعد جنة أوروبا لم تعد بصراحة المكان المثالي الذي ممكن الشخص أن يلجأ له وأن يعيش به بصراحة صحيح في حقوق ولكن يوجد ضغوط تتراجع الحريات يوجد بصراحة يعني 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 بسبب السياسات وبسبب التحديات والحروب التي تستوردها أوروبا بصراحة أنا دائما أستخدم هذا المصطلح استيراد الحروب أوكرانيا فلسطين كل هذه الحروب تستورد لماذا لماذا عندما يحصل مشكلة ما يتم استيراد هذه المشكلة إلى هنا يعني يعني على أساس التأثير العالمي هو يصبح تأثير عاب لكن هل يصبح تأثير عاب وكل القضايا لا يوجد انتقائية خاصة القضية الحقوقية يوجد انتقائية هلا كنا نحكي المهاجرين عما يعانوا عما يموتوا ألف موتة عما يموتوا ألف موتة وهي أحد النتائج التي أيضا تستوردها أوروبا أو التي فرضت عليها أوروبا اسمح لي أستاذ ممتوح هنا أن أعقب على خبر آخر ربما مرتبط بهذا في نفس هذا السياق تقرير أوروبي ينتقد ممارسات فرض النمسا الحبس الاحتياطي على دول خلفية المهاجر أعتقد غير موجود عندك أنا صراحة نسيت أن أرفقه ضمن الأخبار الموجودة عندك أنا وأنت واحد نعم التقرير شو أقول أصدر معهد لودفيك بولتسمان للبحوث الاجتماعي تقريرا ينتقد ممارسات فرض الحبس الاحتياطي في النمسا مشيرة موجودة في الغرات قانونية تفضي إلى تحيص ضد المشتبه بهم من ذوي الجنسية الأجنبية يعني فوق كل هالمعادلة فوق كل هالمشاكل الموجودة كمان الشرطة والأجهزة القضاء النمساوي أيضا تتعامل بازدواجية معايير إذا أنت مهاجر وأنت على سبيل المثال متهم بشيء ما أنا بفرض عليك الحبس الاحتياطي تعرف ماذا اسمه هذا سيد الكريم في بلادنا ماذا اسمه هذا اسمه قانون الطوارئ قانون الطوارئ يحق لي أن أعتقلك يحق لي يوجد تهمة يوجد اشتباه بتهمة اشتباه وليس التهمة يوجد اشتباه هذا قانون طوارئ فبالتالي النمسا تمارس قانون الطوارئ ضد الأجانب ولا تمارسه على المواطن النمساوي فبالتالي هذا الانتقاد جاء بمكانهم مش شايف أنه فيه اختلاف في الأفعال يعني يعني لما بتشتباه في واحد أجنبي أكيد هناك خلفية عن جريمة معينة بغض النظر سيد الكريم أنا في بيئنا في بيئنا دراسة النمساوي بيقتل وبيقتل نفسه فما فيش جريمة استهدت تقرير إلى دراسة بحسية بعنوان مخاطر الهروب شملت خمس دول في الاتحاد الأوروبي ما في ذلك النمسا واعتمدت دراسة على تحليل مئة ملف قضائي من سبع مقاطعات نمساوية بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع خبراء في القانون الجناي وتقييم الدراسة شو بتعكي كتر من هيك يعني هاي نتيجة هاي دراسة علمية طلع منها هاي النتيجة يوجد يوجد ازدواجية معايير بناء على مبرر مخاطر الهروب دون وجود أدلة ملموسة تدعم ذلك أنه خايفين هذا يهرب أما اعتقلنا مع أنه ما في أدلة تدعم هذا الشيء أي بس بعد بناء على الشك ثبت عدم الشبهة أكيد بيترك بغض النظر يا سيد الكريم طب ليش النمساو ما تعملوا مع هذا الأساس ما بقولك أتى النفس فالأضية فالأضية مع الأسف سيد الكريم مع الأسف الوضع في النمسا يأخذ منحة منحة متشدد وهذه النتيجة هي التي التي يتغذى عليها إن كان اليمين المتطرف أو إن كان المتطرفون الموجودون أصلا في هذه المجتمعات يقومون يتغذوا على هذه الحالات التمييز عندما يكون عدالة اجتماعية عندما يكون تبادل للفرص والخبرات في كافة أطياف المجتمع يوجد سلم أهلي حتما ستكون الأمور أفضل ولن نستفيد أبداً ولن يستفيد أحد من الخطابات التي تجيش جهة مقابل جهة أخرى ترجمة نانسي قنقر